موسيقى موسيقى السنة والسالح هيكم الله نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلة والبداية نستهلها بأبرز العنوية موسيقى وصول رئيس هيئة الأركان العامة إلى سيئون ومحافظ حضر موجي الطالع على الاستعدالة الأمنية في مديريات الوادي والصحراء موسيقى دفاعات التحالف العربي تسقط طائرة بدون طيار في سماء مليك سيئون الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات انفذائية على عالم المناطق بمديرية دوعا موسيقى من العنوية للتفاصيل أهلا بكم أكد محافظ حضر موت قائل المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فارج سالمين البحسني أن قرارا عقاد الدور في غير الاعتيادية لبجلس النواف في محافظة حضر موت يمثل حدثا وطنيا كبيرا ومهما تتشرف حضر موت باحتضانه وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة إداريا وأمنيا لإنجاحه وقال المحافظ في مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم بمليك سيئون لوسائل الإعلام المرئية والمقرؤة والمسموعة أن هذا الحدث يمثل أهمية كبيرة لشرعية وللوطن ولقيادة التحالف العربي وللعالم أجمع الذي ينتظر لهذه الخطوة بكثير من التقدير لقيادة شرعية وأكد المحافظ أن حضر موت تتشرف لأول مرة باحتضان هذا الحدث في ظروف استثنائية وفي ظروف الحرب الأمر الذي يؤكل أن حضر موت تنعم بالأمن والاستقرار ومهيئة لإنعقاد هذا الحدث وغيره من الفعاليات الوطنية الكبيرة والمهمة وأضف أن المحافظة اتخذ كافة الإجراءات لتأمين وصول المشاركين في الدورة وإنجاحها وشكر المحافظة قيادة وحكومة وشعب المملكة العرمية السعودية لجهودها في إسناد تأمين وإنجاح عقاد الدورة وأضف أن لهذا الحدث قيمة سياسية ومعنوية كبيرة أدت الانتزاع الحوثيين الذين عملوا إلى أطلاق طائرتين مسيرتين صباح اليوم وعصر اليوم وتم تصديلها من قبل قوات الدفاع الجوي بنجاح وصل إلى مطار سيئون صباح اليوم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبدالله النخعي حيث كان في استقباله محافظة حضرمود قارر منطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسنين وأستمع رئيس هيئة الأركان من محافظة حضرمود إلى تحضيرات المحافظة لاحتضان انعقاد الدورة غير الاعتيادية للمجلس النواب بمحافظة حضرمود تنفيذ الإقرار رئيس الجمهورية الصادرية والأربعاء بهذا الخصوص وفي سياق الآخر قام محافظة حضرمود بزيارة لقياق المنطقة العسكرية الأولى بسيئون مطلعا على جاهزية قوات المنطقة ومستوى الجاهزية الأمنية لها كما تفقد المحافظة لإدار العام للأمن والشرطة بوالي وصحراء حضرمود للإطلاع على جاهزية الأجهزة الأمنية وعلى احتياجات الأمن والشرطة وحاجة بعض المكاتب والمباني لاستكمال البناء حاثا على أهمية التركيز واليقظة ورفع درجة الجاهزية كما أكد المحافظ إكمال جاهزية العديد من مراكز الأمن وإدارته المختلفة في مديريات الوادي بتوجهات من المحافظ وتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة اطلع وكيل أول حضرمود الشيق عمر بن حبريش العلي على الأوضاع الصحية ونشاط العمل في المستشفيات والمراكز تقدم الخدمات الطبية والعلاجية في مديريات الوادي والصحراء وتعرف الوكيل بن حبريش من مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرمود الدكتور هاني العمودي على طبيعة عمل ونشاط المرافق الصحية ولور المنظمة الدولية في توفير المعدات والأجهزة لتعزز أداء الخدمة الصحية وأكد وكيل أول حضرمود على متابعة السلطات العليا بشأن توفير دعم للمرافق الصحية وتوفير الإمكانيات والمستلزمات مشددا رفع وطيرة العمل وتكثيف الجهود لتقديم خدمات متميزة للمواطنين ومن جانب آخر تفقد وكيل أول حضرمود لنشاط مركز اليسر للكلية الصناعية والمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ومستوى الخدمات يقدمانها للمرضى في الوادي وأطاف الوكيل بن حبريش بأقسام ورافق المركزين مطلعا على ألية العمل والخدمات توفرهما الأجهزة والمختبرات لطالبي الخدمات العلاجية مشيدا بجهود الطاقم الطبي ومستوى تقديمهما للخدمات الطبية للمرضى مؤكدا حلصة السلطة المحلية في دعم المراكز الإنسانية والرفع من معاناة المرضى ومساعدتهم في توفير لهم الفحوصات المخبرية والأدوية أسقطت دفاعات التحالف العربي فجر اليوم طائرة مسيرة بدون طيار بعد رصدها في أجواء سيئون وقد وقعت في منطقة شحوحة وتعد الطائرات من أكبر الطائرات التي تم تدميرها سلفا في محافظات أخرى وتم إسقاطها وضربها فجر اليوم وهي تقترب من مواقع عسكرية الحساسة وتشهر بلسيئون منذ بطلع الأسبوع انتشارا كثيفا لجلود من الحماية الرئاسية وعدل من وحدات العسكرية لتأمين جلسة البرلمان المزعمة من عقادها الأسبوع القادم عبر أهالي مليسيئون بوادي حضر موت عن رفضه من عقاد جلسات البرلمان اليمنية المنتهية صلاحيته بأسيان مدني شامل شل الحركة المدنية وأكد مصدر محلي أن عاصمة وادي حضر موت شهدت صباح اليوم عسيانا مدنيا شاملا شامل جميع المحال والمرافق الحكومية للتعبير عن رفضهم لعقل جلسة مجلس النواب حضر موت وشهدت مليسيئون مساء أمس ظهورة منذية من عقاد جلسات البرلمان اليمني ولفي من مقرر بدوها مطلع الأسبوع المقبل بدأت الإدارة العامة للأمن وشرطة بساحل حضر موت العمل في مشروع تأهيل وترميم مبنياء البحث الجنائي والقوات الخاصة وتسوير معسكرية الثورة والنجدة وعمل نوبات حماية لمعسكر نجة بتمويل من وزارة الداخلية وثمن المدير العام للإدارة العامة للأمن وشرطة بساحل حضر موت العميد منير التميمي جهود وزارة الداخلية ودعمها المسانن للجهود الأمنية في مديريات الساحلة وقال العميل التميمي أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز العمل الأمني وإكمل نقص في البنية التحتية لبعض المراكز الأميجة القديمة وأشار العميل التميمي إلى أن إدارة الأمن تقدمت بعدد من مشاريع لوزارة الداخلية من بينها إنشاء مركز للدفاع المدني بالمكلة ومركز دفاع مدني وأحوال مدنية وشرطة سير بغي البوزير ومركز شرطة شحير وبناء مركز للأدلة الجنائية بالمكلة ومركز لمكافحة المخدرات بالديس الشرقية ومبنى لقيالة أمن الشحر والبحث الجنائي بالشحر أيضا وغيرها من المشاريع الأمنية لستخدم العمل الأمني في منحظة حضر موت نفذت إدارة التحصيل والمتابعات بصندوق النظافة والتحسين بساحة لحضر موت حملة ضد المتخلفين عن دفع رسوم النظافة والتحسين الشهرية من المحلات التجارية في بريد المكلة وذلك باتقاد الإجراءات اللازمة لفرض عليهم الدفع الشهري دون تأخير واستهدفت الحملة جميع المحلات التجارية المتخلفة والمنتأخرة عن دفع الرسوم الشهرية لإدارة الصندوق حيث ابتلأت الحملة بالمحال الواقع بنيس المكلة على تستكول الحملة في الأيام المقبلة جميع المحلات الواقعة بنيس المكلة انتهاء بمنطقة بوئيشة وأوضح مدير إدارة التحصيل والمتابعة محمد بامزحن بأن تنفيذ هذه الحملة جاءت على مخاطبة المحال التجارية بدفع الرسوم وعدم التأخير من جالبه أكل المشرف العام للتحصيل والمتابعة أحمد الكلدي على تعاون بعض المحلات التجارية بدفع الرسوم شهريا دون تأخير أقام مستوصف الحياة الخير حفلا فنيا وخطابيا وتكريميا بمناسبة احتفائه بالذكرى الخامسة لإنشائه في مدينة المكلة وخلال الحفل أشهد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحة لحضر موت الدكتور رياض الجريري بأعمال المستوصف ووقوفه إلى جانب مكتب الصحة من خلال تقديم الخدمات للمرضى بدوره استعرض مدير المستوصف نائف بعش أهم وأبرز إنجازات المستوصف والخدمات التي يقدمها للمرضى خلال الفترة المصرمة بالإضافة إلى خلق شراكات مع المؤسسات الأخرى وقد تقلل الحفل عرض فيلم تعريفي عن المستوصف وموشنجرافك لأحصائيات المستوصف وآخر يحكي رؤية المستوصف التطلعية لأن يصبح مستشفى وتقديم إنشرة خاصة بالمركز كما أتم تكريم محافظ حضر موت ومدير مكتب الصحة بساحة لحضر موت والمدير العام لمستوصف الحياة ودكاترة موظفي ومناصلي المستوصف وجميع الرعاة والدعمين سير الدولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات قذائية لإغاثة أهالي مديرية دوعا وعادل من مناطق نائية بحضر موت وتحمل الإغاثة أكثر من 221 طن من موال الغذائية الضرورية وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعاشية للشعب اليمني الشقيق تنفيذ لتوجهات القيادة الرشيدة تزامنا مع عام التسامح وقامت فرق هيئة الهلال الأحمر بتوزيع 2740 سلة قذائية استهدفت 13700 فرد من الأسر البحتاجة والفقيرة بمدرية دوعا ومدرية ساه والخون بصحراء حضر موت وعبر المستفيدون عن جزيل شكرهم وتقريرهم للورة الإمارات وزراعها الإنسانية الهلال الأحمر لتسيرهم القوافل القذائية والإنسانية في مختلف المجالات خاصة فيما يمس منها حياة الناس المعيشية بشكل مباشر افتتح المدير العام لمدرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري معرضا لأعمال وإنتاج الصم والبكم في الأجيطة والتدريب المهني لمدرسة الأمل للصم والبكم التي تنظيمه جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بوادي حضر موت بمقر الجمعية تزامنا مع الاحتفال بأسبوع الصم العربي تحت شعار إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها بتوظيف الصم ويهدف المعرض لأبراز قدرات وإبداع شريحة الصم والبكم في مختلف المجالات حيث جمل المعرض لأجنيحة لغة الإشارة للصم والبكم وجناح جمعية الخط والرسم والخياطة والتطريز وتدبير المنزلي والصحة المدرسية والمجسمات وأساسية عمل النجارة لمتدربين من متلازمة داون والتدريب المهني في مجال تشكيل وحدات الألمنيوم لمتدربي الصم والبكم وقسم مركز السنع والمعالجات النطقية للصم والبكم أكد المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحة لحضر موت الكبتل حسن مسجدي حص المكتب على تفعيل نشاط كل الاتحالات الألعاب الرياضية اهتماما بالرياضتين والشباب ولإبراز قدراتهم ومواهبهم والحفاظ عليها وجدد مسجدي تأكيده خلال لقائه برئيس اتحاد رفع الأثقال بالساحل سامي بعباد على ضرورة على تشكيل قوام الاتحال من العناصر المؤهلة والممارسة والمهتمة باللعبة وسيمكن ذلك من استعادة نشاط اللعبة وما تحقق في فترة الماضية وبناء قاعدة صلبة داخل الأندية وتشكيل منتخبات المحافظة بمختلف الفئات السنية وتأهيل كوادر اللعبة من الحكام والمدربين والإداريين مشيرا إلى ضرورة إشراك لعبة رفع الأثقال في الحراك الرياضي الكبير للأجهزة الرياضية تشهرها المحافظة حاليا لمختلف الألعاب الرياضية وخرج اللقاب الاتفاق على البدء بالتحضير لإقامة بطولة انشيطية يتم من خلالها إشهار قيادة الاتحال الجديدة وإعلان من النشاط رسميا بهذا الخبر وصلنا وإياكم لختام نشطة لهذا اليوم وتذكير بأهم ما جاء فيها وصول رئيس هيئة الأركان العامة إلى سيئون ومحافظ حضر موجة طالع على الاستعدادات الأمنية بمديريات الوادي والصحراء دفاعات التحالف العربي تسقط طائرة بدون طيار في سماء مديد سيئون الهلال الأحمر الامراتي توزع مساعدات عذائية على عالم المناطق بمديرية دوعا ختاب النشرى دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة